نافذة على التاريخ يكتبها يوسف عساف ويخرجها يوسف الحشاش لم يكن يوم السادس من شهر اكتوبر سنة 1995 يوما عاديا بالنسبة للصبية نيكل فاندن هارك ابنة الخمسة عشر عاما استيقظت صباح ذلك اليوم وهي تشعر بتوعك نتيجة قلة النوم لكن كان عليها ان تستعد للخروج في موعدها حتى لا تتأخر عن عملها في مخمز بلدة انتعوذن الهولندية ما بك يا ابنتي؟ هل انت مريضة؟ لا يا جدتي لست مريضة انا بخير كيف ذلك وعيناك حمروان كأنك لم تنام ليلة الامس اخبريني ما الامر يا ابنتي؟ لم انام جيدا ليلة الامس وهذا هو السبب بحمرار عيني لكنني بخير ولماذا لم تنام جيدا؟ ما الذي يقلقك؟ امي اجدتي امك ما الذي جعلها تخطر على بالك وتمنعك من النوم؟ لا ادري لماذا خطرت ببالي ليلة الامس وتمنيت وجودها معي بقوة لذلك جافاني النوم لكن يا ابنتي امك عني انها اعرف اعرف يا جدتي اعرف اعرف انها ميتة واعرف انهم يقولون عنها انها كانت مجنونة لكنها امي امي يا جدتي امي اسمعي يا ابنتي سوف اتصلوا بمكان عملكي واخبرهم انك مريضة ولا الناس لا لا يا جدتي لا يجب ان اذهب الى عملي في الموعد وإلا غضب مني المدير لانني لم اعطيه خبرا منذ الامس لكن يا ابنتي اطمئني اطمئني ساكون بخير عن ابنك يا جدتي ركبت نيكول دراجتها الهوائية في طريقها الى مكان عملها والذي لا يبعد كثيرا عن بيت جدتها والذي قدر لها ان لا تصره ابدا استغرب مديرها في المخبز عدم وصولها في الوقت المحدد على غير عادتها وعندما استفسر من زملائها في العمل ان كانوا يعرفون سبب تأخرها اجابوا بالنفي فطلب من سكرتيره الاتصال بمنزل جدتها للاطمئنان عليها هل اتصلت بمنزل هكول نعم يا سيدي لكن لم يرد علي احد حسب ما اعلم انها تعيش مع جدتها اليس كذلك هذا صحيح يا سيدي ربما وقع لها او لجدتها حادث وهذا سبب عدم قدومها الى العمل انها فتاة ملتزمة يا سيدي نعم ولم يسبق لها ان تغيبت دون ان تعطينا خبرا قبل يوم او يومين من تغيبها معك حق هذا مما يزيد قلقي من عدم قدومي الى العمل ارى ان ابلغ الشرطة وماذا سنقول للشرطة يا سيدي انها بالنسبة لهم مجرد موظرفة تغيبت عن عملها لذلك ساذهب الى مركز الشرطة بنفسي واقدم بلاغا رسميا بتغيبها واطلب منهم التأكد من سلامتها وسلامة جدتها لم تكن ردة فعل الشرطة مفاجئة لا اذ قالوا ان الامر لا يستحق تسجيل تغيب بحقها لانها ربما تكون قد التقت باحدى صديقاتها وارادت ان تمضي معها بعض الوقت لكن تأخرها عن العمل لا يعني انها قد اصيبت بمكروه انا لم اقل انها اصيبت بمكروه انما قلت اني قلق لان هذا ليس من عادتها فهي لا تغيب او تتأخر دون اذن مسبق هل اتصلت باهلها لتسألهم عنها انها تعيش مع جدتها وقد اتصل السكرتيرو بالمنزل ولم يرد عليه احد مع هذا لا ارى موجبا للقلق فالوقت ما زال مبكرا سيدي لا انكر ان الوقت ما زال مبكرا لكن هذا لا يمنع ان ترسل شرطيا الى المنزل ليتأكد ان اهله بخير لم يجد الضابط مفرا من الحاح مدير المخبس سوى الموافقة على ارسل دورية شرطة الى منزل الجدة للاطمئنان على من فيه كان الوقت قبل الظهر بقليل عندما وصلت دورية الشرطة الى منزل الجدة انتظر سافتح الباب يا اله من يطلق الباب ما الامر ايها الشرطي هل انت جدة الصبية نيكول هير نعم انا جدة لماذا تسأل هل هي موجودة لا انها في عملها يا سيدي لماذا تسأل اين تعمل لقد اقلقتني ايها الشرطي لما كل هذه الاسئلة تعال ادخل الى هنا حتى اعرف ما القصة لماذا تسأل عن حفيدتي ماذا حدث لها لا نعلم ان كان قد حدث لها اي شيء كل ما في الامر ان صاحب عملها جاء يخبرنا عن عدم حضورها عدم حضورها الى اين يا سيدي الى مكان عملها فهي لم تصل الى المخبز هذا اليوم وقد شك في انها مريضة واراد ان يطمئن عليها لا يا سيدي لا لقد استيقظت متوعكة لكنها رفضت البقاء في المنزل وذهبت الى عملها حسب عادتها كل يوم لكنها لم تصل يا سيدي هذا فهل اخباتك انها قد تذهب الى مكان ما لتقابل احدى صديقاتها مثلا لا 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 لم تخبرني انها ستذهب الى اي مكان وانا ستقابل اي احد السيد الشرطي اين حفيدتي ماذا جرى لها اهتمت الشرطة بالامر وبدأت عمليات بحث واسعة عن الفتاة المفقودة وافادت الجدة ان نيكول تذهب كل يوم الى عملها راكبة دراجة هوائية واعطت الشرطة اوصاف الدراجة ثم اتصل احدهم بمركز الشرطة يخبرهم عن وجود دراجة هوائية ملقاة على طرف النار انت الذي وجدت الدراجة نعم نعم يا سيدي فانا اتنزه كل يوم على هذا الجانب من النار عندما لفت نظري وجود الدراجة دون وجود احد قربها اهم انها مجرد دراجة فما الذي جعلك تتصل بالشرطة اه كما قلت لك يا سيدي الضابط من عادتي اتنزه كل يوم على هذا الجانب من النار وعندما رأيت الدراجة اعرفت انها من النوع الذي تقوده الفتيات وعندما لم ار احدا خطر ببالي ان صاحبة الدراجة قد سقطت في الماء فاتصلت بكم هل اخطأت بالاتصال يا سيدي الضابط؟ لا 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 لم تخطئ ابدا لقد فعلت الصواب قل لي هل لمست الدراجة؟ لا 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 يا سيدي لم المسها تحفظت الشرطة على الدراجة الهوائية ونقلتها الى الطب الجنائي لرفع البصمات عنها بعد ان تعرفت عليها الجدة واكدت انها دراجة حفيدتها وفي اليوم التالي لاختفائها وصل ابوها بعد ان اتصلت به امه واخبرت باختفاء ابنته من انت يا سيدي؟ انا والد نيكل واسمي ايدي لا تفضل تفضل بالجلوس يا سيدي لم اتي للجلوس يا سيدي رئيس الشرطة انما جئت لي اعرف ما جرى لابنتي ما زلنا ان ابحث عنها يا سيدي لكنك قد تساعدنا باعطائنا بعض المعلومات والتي قد تساعدنا في البحث عنها والعثور عليها معلومات مثل ماذا يا سيدي؟ المعلومات التي يعرفها كل ابن عن اولاده عن عاداتها اليومية اصدقائها التي تغضي اوقاتها معهم اي معلومات قد تفيد يا سيدي؟ في الحقيقة انا لا اعرف الكثير عن عاداتها واصدقائها ما اعرفه انها صبية مؤدبة وملتزمة وانها تذهب في الصباح الى المدرسة وتعمل في المخبز بعد الظهر لتعمل على تأمين مصوفها وتوفير نفقات دراستها الجامعية بعد ان تنهي دراستها الثانوية كيف تغضي اوقاتها وماذا عن علاقتها باصدقائك؟ سيدي قلت لك انها تذهب في الصباح الى مدرستها وتعمل في المخبز بعد الظهر هل تعني انها بلا اصدقاء وانها تغضي وقتها بين المدرسة والمنزل والمخبز؟ في الحقيقة لست متأكدا من هذا لكنها تعيش مع جدتها التي تعرف عنها كل شيء تعني انك لا تعيش معها ومع جدتها؟ سيدي انا وزوجتي نعمل في فرقة موسيقية لذلك نحن دائم التنقل ولا نقيم في مكان واحد مدة طويلة لذلك اتركها تعيش مع والدتي وابني هل تعني ان لك ابن اخر؟ نعم لدي ابن من زواجي السابق كان عمره خمس سنوات عندما تزوجت والدة نيكول تعني ان نيكول ليست ابنتك؟ شكل اختفاء الصبية نيكول هيرك والاحداث التي لحقت صدمة شديدة للرأي العام والصحافة والشرطة لأكثر من عشرين عاما كانت والدة نيكول المالية التقت بالسيد ايدي هيرك الذي كان يزور بلدتها مع فرقته الموسيقية حيث تحابا وتزوجا عندما كانت الطفلة نيكول بعمر ثمان سنوات انتقلت الام وابنتها للعيش معه في بلدته عند هوفن في هولندا حيث تبنى الطفلة واعطاها اسمه لكن زواجه لم يدم طويلا لم اعد اطيق العيش مع انجليكا واتفقت معها على الطلاق يا ولدي وما الذي ستفعله المسكينة لو انك قمت بتطليقها الى اين ستذهب هذا شأنها سترجع الى بلدها المانيا او تجد عملا وتبقى هنا الامر يرجع اليها لكن لماذا تنوي طلقها لانها تغيرت كثيرا ولم تعود كما كانت في بداية زواجنا ظهر لي انها امرأة متسلطة وذات مزاج متقلب فهي كل يوم في حال مختلف ربما كانت مريضة يا ولدي خذها الى الطبيب ولا تظلمها لا قد انتهى الامر يا امرأة وقمت بتقديم طلب الطلاق الى المحكمة يا الهي وماذا عني كل ماذا سيحل بها ستبقى معي لانني سأطالب بحضانتها والوصاية عليها وهذا ستوافق المحكمة على منحك الوصاية نعم لقد اتفقنا على ذلك مع المحامي وقد تنازلت امها بالفعل عن وصايتها عليها لصالحي تطلق الزوجان وانتقلت الطفلة لتعيش مع جدتها واخيها من ابيها بالتبني وتعلقت الطفلة نيكول بجدتها ماذا وراءك يا ابنتي جدتي لقد وجدت عملا عمل هل ستتركين المدرسة لا لا لن اترك المدرسة ساذهب الى المدرسة في الصباح واعمل بعد الظهر ماذا ستعملين يا ابنتي واين ومن الذي سيقبل تشغيل طفلة في سنك اولا انا لست طفلة لانني ساكمل الرابعة عشرة بعد عدة اسابيع ستكملين الرابعة عشرة بعد عدة اسابيع حسنا لكنك ما زلت طفلة ولماذا تريدين ان تعملي وابوك ينفق عليك ولا يرفض لك طلبا اعلم ان ابي يحبني ولا يرفض لي طلبا لكنني اريد ان يكون لي مالي الخاص من اجل دراسة الجامعية ام انك نسيت اني سالتحق بالجامعة لا لم انسى لكن اباك سوف يتكفل بنفقات دراستك الجامعية كما يتكفل الان بنفقاتك المدرسية اتركها يا جدتي اتركها تعمل فهي لم تعد صغيرة ايها الولاد هل كنت تتنصت علينا لا يا جدتي لم اكن اتنصت عليكما وانما سمعتكما بالصدفة لكنها يا ابني ما زالت صغيرة وبحاجة للحماية يطمئني فانت تعرفين اني متكفل بحمايتها فهي اخت الصغيرة لكنني لست بحاجة للحماية يا جدتي فالمكان ليس بعيدا من هنا واين اين هو هذا المكان الذي ليس بعيدا من هنا انه المخبز التابع لمتجر السيد وينسلو اه سيد وينسلو اني اعرفه انه رجل طيب وهذا الرجل الطيب منحني عملا في مخبزه بعد الظهر اي انني ساذهب الى المدرسة في الصباح والى المخبز بعد الظهر ها هل رضيتك ام نعم يا ابنتي ما دمتي ستعملين مع السيد وينسلو فانا موافقا اصيبت انجليكا والدة نيكل بحالة اكتئاب شديدة دفعتها للانتحار وكونها المالية تعيش وحدها وجدت الشرطة صعوبة في التعرف عليها الى ان استدلوا على علوان زوجها السابق في احد المسارح المحلية سيد ايدي يوجد شرطي يسأل عنك ها شرطي يسأل عني انا نعم لماذا لا ادري قال ان لديه ما يخبئك به لكن الستارة ستفتح بعد بضع دقائق قل له ينتظر الى ان ينتهي العرض الموسيقي قلت له ذلك فقال انه لا يستطيع الانتظار وانا لن انشغل به وبما جاء به اثناء العرض لينتظر لحين انتهاء العرض سأحاول اقنعه اتصل الشرطي بالضابط المسؤول في مركز الشرطة واخبره بما قال الرجل الو اي خدمة سيد انا ويليام ما الامر يا ويليام وما هذه الضجة التي اسمعها حولك انها ضجة عمال المسرح وماذا تفعل في المسرح لان زوج المرأة التي انتحرت يعمل موسيقيا اها تذكرت تذكرت وهل اخبرته بموت زوجته لا يا سيدي اخبرني الموظف انه يرفض مقابلتي لان الستارة سوف تمتح بعد بضع دقائق وطلب مني الانتظار لحين انتهاء العرض لا بأس انتظر لحين انتهاء العرض فالخبر مزعج على كل حال استمتع بمتابعة العرض الموسيقية ويليام الى اللقاء بعد انتهاء العرض الموسيقي استقبل ايدي الشرطي والذي اخبره بموت زوجته بعد تناولها مادة سامة اده خبر محزن دون شك لكنني اخشى على نيكول من الصدمة فهي ما زالت صغيرة لتفقد امها بهذه الطريقة المأساوية مع انه خبر محزن ومؤلم الا اننا لا نستطيع ان نخفيه عنها يجب ان تعلم به قبل ان ينتشر بين الناس نعم يجب ان تعلم به قبل ان ينتشر بين الناس لكن من سيوصله اليها من سيقول لها ان امها قد انتحرت بعد ان اصيبت بلوثة عقلية اعتقد ان علاقة الجيدة بها تسمح لي بان اقول لا 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 انصح ان تنقل انت الخبر اليها فانت في النهاية زوجة وبيها دعوني ان اخبرها فهي تحبني وتحترمني ماذا عن جدتها حزنت امي عندما سمعت الخبر وقالت انها لا تستطيع ان تخبرها به وهي تتجهز للاحتفال بعيد ميلادها الذي سيصادف بعد بضعة اسابيع يا للسماء كنت قد نسيت هذا الامر فعيد ميلادها يصادف يوم الرابع من شهر يوليو ونحن الاهنى في شهر مايو ابي ابي هل صحيح ان والدة نيكول قد ماتت منتحرة من اين علمت بهذا اتصلت بنيكول من محل عملها تقول ان الناس يعزونها ويواسونها بموت امها فهل هذا صحيح يا ابي كانت نيكول محبوبة في محيطها لادبها وابتسامتها الدائمة مما جعل الجميع يلتفون حولها ويواسونها ويشجعونها نعم صحيح لكن ماذا فعلت نيكول انها مصدومة ولا تعرف ما تقول لذلك اتصلت بي مستفسرة عما اذا كان القبر صحيحا ام لا انه صحيح وقد استدعتني الشرطة للتعرف على الجثة في مستشفى الطب الشرعي انها هي يا للسماء سوف تحزن نيكول عندما تتأكد من موت امها بهذه الطريقة اني اشفق عليها يا ابي كلنا مشفقون عليها وكنا نتحدث عن الطريقة التي نوصل بها الخبر اليها لكن تكفل الناس بذلك سودمت نيكول بخبر موت امها وحزنت عليها حزنا شديدا لكنها تفاجأت بالتفاف الناس حولها ومواساتها وتشتيعها على تجاوز مأساة فقدان امها وظهر حبه وعطف اخيها غير الشقيق اندي الذي بقي معها يواسيها ويخفف من حزنها انت السبب انت السبب لماذا تتشجران حفيدتك الجميلة تقول انها قد كبرت وتطلب مني عدم مرافقتها الى عملية ماذا ولماذا لا تريدين منه مرافقتك الى عملك لانني لم اعد طفلة ولست بحاجة لحراسة احد هل تسمعين هذا يا جدتي انها تسمي عطفي وخوف عليها حراسة عطفك وحبك لا ارفضه فانت اخي اما خوفك فلا داعي له لاننا نعيش في بلدة امنة لكنك لا تعرفين متى اهدأك اهدأ يا ابني اهدأ اهدأ ان اختك على حق اهدأ يا ابني عليها ان تعتمد على نفسها لانها لن تكون معك دائما وانت لن تكون برفقتها دائما بل سابقى سابقى معها الى ان تتزوج هل جونت؟ هل جونت؟ كيف سأفكر بالزواج قبل ان انهي دراسة الجامعية اهدأ يا ابني اولا داعي لهذا الشجار داحة داحت ابو الى عملية وحدها واتوقف عن احراجها امام زملائها فما دمت ترافقها بحجة حمايتها فسوف يستمرون بالنظر اليها كطفلة صغيرة خائفة اسمع كلام جدتك وتركني في حالي واياك ان تلاحقني بعد اليوم ندمت الجدة على موافقتها رفع الحماية عن الحفيدة الجميلة لو انها لم توافق كما صرحت في وقت لاحق ربما كانت نيكون ما زالت على قيد الحياة وبعد مرور اسبوعين على اختفائها عثرت الشرطة على حقيبة ظهرها قرب القناة المائية والتي لا تبعد كثيرا عن بريث جدتها ماذا ماذا حدث لحفيدتي ايها الضابط لماذا لم تعثر عليها بعد ما زلنا نبحث عنها يا سيدتي لقد مضى على اختفائها اكثر من اسبوعين وتقول انكم ما زلتم تبحثون عنها فيلمتها ما دمتم لم تجدوها وما زلتم تبحثون عنها فلماذا انسلتم الينا لقد وجدنا حقيبة الظهر هذه انظري نريد ان نتأكد ان كانت تعود لابنتكم ام لا انظروا اعطني يا سيدي هذه تشبه حقيبة ريكول ولكن دعني ارى ما فيها لاتأكد منها انظري هنا حقيبتها هل انت متأكدة يا سيدتي نعم انا متأكدة اين وجدتمها ايها الضابط سيدي انا المحقق المكلف بمتابعة قضية اختفاء نيكول حسنا انت المحقق المكلف بمتابعة قضية اختفاء نيكول فقل لي اين وجدتم الحقيبة وجدها رجال الشرطة قرب القناة المائية والتي لا تبعد كثيرا عن المنزل هل تعني ان ابنتي غرقت في القناة لا لا لم يعني هذا كما واننا بحثنا في القناة فلم نحطر فيها على اي شيء انها لم تغرق في القناة هل هذا يعني انها ما زالت على قيد الحياة يا سيدي اني اتساءل يا سيدي ان كانت نيكول قد هربت لسبب ما هربت ماذا تعني بانها هربت تعني انها ربما تضايقت من وجودها بعيدة عن اهلها الحقيقيين فهربت الى المانيا لتكون مع ابيها واخوتها هذا غير ممكن يا سيدي لانها لا تعرف احدا في المانيا ولا علاقة لها بابيها او غيره انها بالكاد تعرفه كان مجرد افتراض يا سيدي وارعى ان نتصل بالسلطات الالمانية لتساعدنا بتأكيد هذا الامر او نفيه اتصلوا بمن شئتم لكنها لم تهرب الى المانيا ولا الى غيرها وما زالت هنا امه هيا هيا لنذهب امه كان شعور الجدة مع ابنها ان الشرطة تتهرب من حقيقة الاعتراف بعجزها في العثور على الفتاة المختفية بالدعاءات لا اساس لها من الصحة وبعد مرور اثنين وعشرين يوما على اختفاء نيكون رن جرس الهاتف في مكتب رئيس مركز الشرطة الو من المتصل هل انت رئيس مركز الشرطة نعم انا رئيس مركز الشرطة هل صحيح انكم وضعتم مكافاة قدرها خمسة عشر الف جلدر لمن يرشدكم الى الفتاة المختفية نعم الاعلان صحيح سندفع خمسة عشر الف جلدر لمن يرشدنا الى الفتاة نيكل محاسدا انا اعرف ما جرى لها وماذا جرى لها هل هي بخير لا لقد ماتت وانا اعرف القاتل ها اين هي ومن قتلها الو 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 اجب من انت ومن الذي قتل نيكل من لعنة خد اقتل الخط هل تمكنتم من تسجيل المكالمة نعم لقد سجلناها لكن لم نتمكن من تحديد مصدرها لانه انهاها بسرعة لا ادري لا ادري كيف يفكر هؤلاء الناس انهم يتعاملون مع الموضوع كأنه لعبة يتسلون بها كم رغم هذه المكالمة لقد تجاوز الرقم الثلاثمائة معلومة زائفة كانت زوجة الاب رغم المدة القصيرة التي عاشتها مع العائلة قد احبت الفتاة وتعلقت بها وعندما يأست من الشرطة ومحاولاتها الفاشلة في العثور على الفتاة المختفية لجأت الى العرافين والعرافات لمساعدتها في العثور على نيكل هل جننتي تريدين مني ان اذهب الى الشرطة واقول لهم ان العرافة قد اخبرتك ادى نيكل قد ماتت وان جثتها موجودة في قناة المياه نعم اريد منك ان تذهب الى الشرطة وتخبرهم بما قالته العرافة يا للسماء كانك نسيت اننا على وشك دخول القرن الحادي والعشرين وانتي ما زلت تؤمنين بهذه الخرافات لم انسى لم انسى لكن الشرطة فشلت حتى الان في العثور على اثر لها فلماذا لا نطلب منهم البحث في قنوات المياه كما اخبرتني العرافة هل ستتمكن السرطة من العثور على جثة الفتاة المختفية في قناة المياه كما تنبأت العرافة نعم لماذا لا تذهبوا وتخبرهم ليبحثوا في قنوات المياه كما قالت العرافة ربما يجدونها في احدى هذه القنوات لا اصدق انك تتفقين معها بتصديق هذه الخرافات سواء كنت اتفق معها ام لا لن نخسر شيئا يبني باخبار الشرطة بما قالته العرافة واتركهم هم يتخذون قرارهم بالتصديق من عدمه استجابت الشرطة ونشرت العشرات من رجالها للبحث في القنوات والمناطق المحيطة بها الا انها لم تعثر على اي اثر للفتاة المفقودة وبعد فترة دخل رجل الى مركز الشرطة وعلامات الخوف ظاهرة علي اي خدمة يا سيدي هل هذا مركز الشرطة ما بك هل انت بخير نعم انا بخير فقط اريد ان اتأكد هل هذا مركز الشرطة نعم انه مركز الشرطة ماذا تريد مادام انه مركز الشرطة اريد ان اقابل المسؤول ولماذا تريد ان تقابل المسؤول هل تحفظ السر إن أخبرتك؟ بطابة فعملي هو حفظ أسرار الناس قل لي ما هو السر الذي تريد أن تخبر المسؤول عنه لقد رأيت جثة رأيت جثة؟ أين؟ لقد وعدتني بأن تحفظ السر لقد وعدتك وأنا عند وعدي أين رأيت الجثة؟ لن أخبرك خذني إلى المسؤول حسنا انتظرني هنا أسرع الشرطي إلى رئيس المركز وأخبره بما قاله الرجل يالي السماء كأنه لا عمل لنا إلا ملاحقة المعلومات الزائفة سجل أقواله وتخلص منه بعد إذنك يا سيدي تكلم صحيح أنه يبدو ثملا لكنه ليس كبالك وأعتقد أنه يتكلم بهذه الطريقة بسبب خوفه من ماء وماذا رأى لي أخاف؟ أنه يسعى خلف المكافأة خذ أقواله وتخلص منه دعني أسمع منه وأتحقق من أقواله يا سيدي قد يكون رأى شيئا بالفعل أخاف حسنا حسنا قابل وتأكد مما يقول من يدري قد يوصلنا بحباقته إلى العثول على الفتاة المفقودة اذهب واحضره إلى مكتبي لكنه طلب مقابلة المسؤول في مركز الشرطة وليس المحقق حسنا قل له إنني المسؤول في مركز الشرطة اذهب بسرعة وأحضر بخبرته عرف المحقق أن الرجل لم يكن يكذب إنما كان خائفا من شيء رأاه قلت إنك تريد مقابلة المسؤول لأنك رأيت جثة نعم يا سيدي لقد رأيتها وأين رأيتها؟ على طرف الغابة القريبة من قرية ميرلو على طرف الغابة نعم ربما كانت جيفة حيوان من حيوانات الغابة أخافتك فظننت أنها جثة إنسان أليس كذلك؟ وهل تلبس حيوانات الغابة بانطلونات الجينز يا سيدي؟ ماذا؟ بانطلون جينز؟ نعم 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 يا سيدي بانطلون جينز هل تتذكر المكان الذي رأيتها فيه؟ بالطبع ولهذا جئت لأخبركم أقامت السلطة طوقا حول المنطقة وجاء الطبيب الشرعي لمعاينتها ماذا ترى أيها الطبيب؟ مبدئيا أقول إنها بقايا جثة لفتاة صغيرة في السن تعرضت لاعتداء عنيف نتج عنه عدة كسور في الفك والكفين وطرف الجمجم مع طعنات في جانبها الأيسر تسببت بكسر أكثر من ضلع هل هي جثة الفتاة المفقودة؟ لا أستطيع أن أجزم بشيء قبل إجراء التشريح في المستشفى أمر الطبيب الشرعي بنقل بقايا الجثة إلى مختبر الطب الشرعي حيث تبين له بعد التشريح أنها تعود للفتاة المفقودة تبين أن بقايا الجثة تعود للفتاة المفقودة نيكول هيرك والتي حسب ما توصلنا إليه تعرضت لاعتداء عنيف تسبب بكسور عدة في فكها وجمجمتها وكفيها مع أصابع يديها كما وجدت طعنات نافذة في جانبها الأيسر تسببت بكسر ضلعين من أضلاعها كانت الفتاة كما سبق وقلنا محبوبة من أهالي البلدة الذين أصيبوا بصدمة عندما انتشر خبر موتها بهذه الطريقة البشعة وتحت ضغط الرأي العام كثفت الشرطة من تحرياتها وتوصلت إلى معرفة أن الفتاة نيكول كانت على علاقة مع شاب من زملائها فتم العثور عليه واستدعاؤه إلى التحقيق قل لي هل كنت على خلاف مع نيكول؟ لا لم أكن على خلاف معها كنت أحبها وتحبني واتفقنا على الزواج بعد أن ننهي دراستنا متى رأيتها آخر مرة؟ قبل موتها بيومين سافرت لقضاء بضعة أيام مع خالتي في مدينة أخرى وعدت عندما سمعت بنبأ اختفائها ألم ترها بعد يوم السادس من شهر أكتوبر؟ اليوم الذي اختفت فيه لا لم أرها قبضت الشرطة على امرأة تحمل حقيبة ممنوعات حيث تم تحويلها إلى التحقيق لقد اعترفت أن الحقيبة لك لكن ما فيها ليس لك نعم الحقيبة لي لكن ما فيها ليس لي هذا لغز يحتاج إلى حل كيف تكون الحقيبة لك وما فيها ليس لك ما في الحقيبة ليس لي لأني أجبرت على حمله تحت التهديد ومن الذي هددك وأجبرك على حمل الممنوعات وتهريبها؟ الرجل الذي قتل نيكول هيرك هو من هددني وما علاقتك بها؟ كانت صديقتي وما علاقة نيكول بتهريب الممنوعات؟ لا أدري لا أدري إن كانت تقوم بتهريب الممنوعات أم لا لكنني أعمل مع نفس الرجل الذي ادعى أنه قتلها وكيف عرفت أنه قتلها؟ قام باختطافي وسجني في مكان لا أعرفه وبعد عدة أيام طلب مني أن أقوم بتوصيل الممنوعات لحسابه وكيف أجبرك على القيام بهذا العمل؟ رفضت في البداية لكنه هددني لم أفعل ما يأمرني به فسوف ألحق بصديقتي نيكول هل قال لك صراحة أنه قد قتلها؟ لا لكنه قال إنه سيلحقني بها لم أستجب له وأعمل لمصلحته هل كانت الصبية اللطيفة المحبوبة تخدع الناس بلطفها وابتسامتها البريئة؟ بينما هي في الحقيقة تتاجر في الممنوعات؟ من هو هذا الرجل؟ ما اسمه؟ قد أدلكم عليه مقابل الصفقة تعقدونها معي لم يتعجل المحقق بالقبول أو الرفض ورأى أن يراجع رؤساء فيما قالته المرأة تهمة التهريب ثابتة في حقها بعد أن تم ضبطها متلبسة إلا أنها تصر على أنها ردخت خوفا على حياتها بصتها غير مترابطة وغير معقولة لكن هذا لا ينع من التحقق إن كانت صادقة أم لا لكنها لن تدلنا على الرجل إلا بعد عقد صفقة إنها تساون لتكسب الوقت على أمل الحصول على حكم مخفف عند مثولها أمام القاضي لا أظن أن قصتها صحيحة وأرى متابعة التحقيق معها وماذا لو كانت صديقة للعائلة بالفعل؟ حسنا حسنا قبل اتخاذ قرار بشأنها ليتم تسدعاء والد نيكل للتعرف على المرأة تم استدعاء إيدي وابنه آندي للتعرف على المرأة إلا أنهما أنكرا معرفتهما بها لا أعرفها يا سيدي لم أرها من قبل وأنا أيضا لا أعرفها لم أرها مع أختي أبدا وهل تعرف جميع صديقات أختك؟ نعم أعرفهن جميعا كما وأعرف زملاءها في المدرسة وفي العمل لم تكن تخفي عني شيئا ربما كانت الجدة تعرفها لقد ماتت الجدة يا سيدي أعتذر يا سيدي لم أكن أعلم ماتت من شدة حزنها على حفيدتها والطريقة البشعة التي ماتت بها وفشل الشرطة في العثور على قاتلها لا تحملنا أي ذنب أيها الشاب فنحن نبذل جهدنا بمتابعة القضية وسوف نقبض على القاتل لا بد أننا سنفعل لقد مضت سنوات على موت أختي وما زلتم تقولون إنكم تتابعون القضية وإنكم ستقبضون على القاتل سيدي أعتذر نيابة عنه إنه حزين ومكتئب لأنه يفتقد نيكول كان متعلقا بها ويحبها بقوة إني أتفهم الموقف يا سيدي فلا داعي للاعتذار وأريد منك أن تعلم أن الإدارة قد قررت تقديم مكافأة خمسة عشر ألف يورو لمن يساعد في القبض على القاتل سيطر الحزن على العائلة فماتت الجدة من شدة حزنها على موت حفيدتها وانفصل إيدي عن زوجته وسافر إلى أسبانيا هربا من جو الكآبة الذي كان يسيطر على الجميع كان أندي أكثرهم حزنا فدخل في حالة اكتئاب شديدة أندي ليست هذه هي الطريقة التي تنسى بها حزنك على أغتك إنك تقتل نفسك ومن قال لك أني أقدر على نسياني مع أنها ليست أختي من أمي وأبي إلا أنها كانت تعتبرني أبا وأخ كانت أختي الصغر نعم نعم كانت أختك الصغر وأنا أعرف كم كنت تحبها وكم كانت تحبك اسمع لي صديقة في لندن اسمها سارة وقد أخبرتها عن معاناتك فعرضت أن تستقبيلك لتقيم معها بعض الوقت ما رأيوك أقيم معها في لندن؟ نعم تقيم معها في لندن إنها فتاة طيبة وسوف تعتني بك وإن أعجبك الحال ستجد لك عملا وتغضي بقية عمرك هناك ما رأيوك سافر أندي إلى إنجلترا علّه يخرج من حالة الاكتئاب التي كان يعيشها واستقبلته سارة وجهزت له مكانا يقيم فيه كما وألحقته بعمل بعد وصوله بقليل مع عدم وجود أدلة جديدة توقف التحقيق في قضية نيكل هيرك وتحولت في سنة 2011 إلى ما يطلق عليه قضية باردة ما بك هل جاءتك أخبار من هولندا؟ لقد أوقفت الشرطة البحث في قضية نيكل بحجة عدم الحصول على أدلة جديدة لقد مضى وقت طويل ورجال الشرطة الذين عاصروا القضية لابد وأنهم قد تقاعدوا أو ماتوا أنت لا تعرفين ما الذي فعله بنا موت نيكل كنا عائلة سعيدة إلى أن حدث ما حدث ماتت جدتي من شدة الحزن وطلق أبي زوجته وهاجر إلى إسبانيا وأنا هنا في بلد غريب لكنك لم تعود غريبا فأنت تعيش هنا منذ سنة 2004 سأبقى غريبا إلى أن يقبض على قاتل أختي ويدخل السجن لن أهدأ حتى يتحقق هذا الوعي كيف ستفعل ذلك بعد أن أغلقت القضية ولا يوجد دافع يجعل الشرطة تعيد فتح القضية سأعطيهم هذا الدافع سأرغمهم على فتح القضية وإعادة التحقيق والقبض على القاتل سترين أني سأفعل في الثامن من شهر مارس سنة 2011 قال في منشور على صفحته في أحد مواقع التواصل الاجتماعي سوف يتم اعتقال اليوم بسبب مقتل أختي لقد اعترفت سأتواصل معكم قريبا وخلال ساعات تم تداول المنشور آلافا مرات مما أصاب دوائر التحقيق في البلدين بالذهول قبض عليه وتم تسفيره إلى هولندا للتحقيق معه نشرت اعترافا بأنك قتلت أختك فهل قتلتها؟ أنا لم أقل في المنشور بأنني قتلت أختي وأنما قلت سوف يتم اعتقال اليوم بسبب مقتل أختي لقد اعترفت هذا ما نشرته ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه لا يوجد لديكم دليل على أن القاتل سوى المنشور وأنت تعلم أن المحكمة لن تقبل به كدليل حسنا لا يوجد دليل على أنك القاتل لذا فأنت حر في الذهاب لكنني سأتابع النشر إلى أن توافق على فتح قبرها والحصول على أدلة الحمض النووي العالقة برفاتها لن أتوقف ومعي آلاف المتابعين لحين ظهور الحقيقة ومعرفة القاتل أرغمت السلطات على إعادة فتح القضية ورفع أدلة الحمض النووي عن روفات نيكل استغرقت عملية رفع الحمض النووي من روفات نيكل وتحليلها في المختبرات عدة سنوات إلى أن تطابقت العينة مع مشتبه به قبض علي في قضية اعتداء سنة 2001 لقد نجحت خطتك يا أندي وتم القبض على القاتل وصدر عليه الحك بالسج اثني عشر عاما كنت أتمنى لو حكمت عليه المحكمة بالإعدام فهو قتل أختي دون ذنب ودمر عائلتي وشردها لقد حركته الجريئة ومخاطرته بحياته لتحقيق العدالة لأخته المغدورة لقى ذلك تقديرا وترحيبا من آلاف المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي وكذلك من صحافة بلاده إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ مع تحيات يوسف عساف ويوسف الحشاش ترجمة نانسي قنقر